المغربي سفيان البقالي يحرز المديلية الزهبية في سباق 3000 متر موانع في أولمبيات باريس أحرز البطل المغربي سفيان البقالي المديلية الزهبية في سباق 3000 متر موانع في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في باريس وذلك بعد احتلال الردب الأولى في النهائي وتمكن سفيان البقالي من قطع مسافة 3000 متر موانع في ثمانية دقائق وخمسة ثواني وستة أجزاء من المئة مهدئا بذلك أول مادليا للمغرب في أولمبياد باريس وبذهبيته في أولمبياد باريس حافظ سفيان البقالي على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية في توكيو بعدما حقق الزهب جراء احتلال المركز الأول وأصبحت المغرب ضمن الدول المتواجهة بالمادليات في أولمبياد باريس بعد إنجاز البقالي بعدما كان المغرب خارج صبورة الترتيب عقب إقصاء كل الأبطال المغاربة المشاركين في مختلف الرياضات وكلنا بنبارك للبطل المغربي سفيان البقالي على إحرازه للمادليا الزهبية والحد هنا يكون الفيديو انتهى إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سلام